ومن أسباب اشتعال الاحتجاجات في إيران هو قيام الحكومة برئاسة حسن روحاني بزيادة الميزانية المخصصة للحرس الثوري الذي يراه الشعب السبب الأول في نهب ثروات البلاد لإصار فيها على التنظيمات الإرهابية وحروب الوكالة التي يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري وهو الأمر الذي تسبب بزيادة نسب الفقر والبطالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة